بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي في درسنا الجميل الدرس الثامن من دروس الفصل الأول درس إثبات الزوايا بين إثبات علاقات بين الزوايا تكلمنا في الدرس في اللقائنا السابقين حول يعني بعض النظريات متعلقة بالزوايا مثل نظرية الزوايا المتكاملة ونظرية الزوايا المتتامة وتطابق المكملات وتطابق المتتامات وتبقى لنا فقرة بسيطة في هذا الدرس نحاول إن شاء الله ناخذها في درس اليوم أتمنى لكم دائما وأبدا متابعة طيبة نبدأ على بركة الله بالتذكر لمحاور هذا الدرس طبعا حنتكلم عن استعمال مسلمة جمع قياسات الزوايا وتكلمنا عن استعمال خصائص الزوايا المتكاملة والمتتامة وتكلمنا أيضا عن براهين نستخدم فيها نظريات التطابق والتكامل اليوم نتكلم عن استعمال الزوايا المتقابلة بالرأس طبعا تكلمنا عن مسلمة المنقلة أيضا وأن هذه كلها طرحناها أهم من نظريات جمع الزوايا أو مسلمة قياسات الزوايا وفكرتها أن إذا كان عندك أنت زاويتين متجاورتين متجاورتين فبالتالي مجموعهما هيكون هو قياس الزاوية المحتوية لهما فهذه هي المسلمة كذلك قلنا الزاويتين متكاملتين هم الزاويتين لمجموعة قياساتهم 180 درجة وزاويتين المتتمتين هم اللي يكونون قياساتهم 90 درجة أو زاوية قائمة فهذه تعريفات أيضا كلها أخذناها أيضا أخذنا خصائص تطابق الزوايا اللي هي خاصية الانعكاس خاصية التماثل خاصية التعدي قلنا خاصية الانعكاس دائما تكون على عنصر واحد أو زاوية تطابق نفسها خاصية التماثل دائما تكون على عنصرين إذا كانت الزاوية الأولى تطابق الثانية فإن الثانية تطابق الأولى خاصية التعدي تكون دائما على ثلاث عناصر فأكثر فإذا كانت الزاوية الأولى تطابق الثانية والثانية تطابق الثالثة فإن الأولى تطابق الثالثة بعد ذلك أخذنا نظرية تطابق المكملات وقلنا إذا كان عندي زاويتين يكملون نفس الزاوية يعني مجموع الزاوية واحد والزاوية اثنين مئة وثمانين ومجموع الثنين والثلاثة مئة وثمانين فإن الزاوية واحد ستطابق الزاوية الثلاثة الزاوية واحد ستطابق الزاوية الثلاثة ليش؟ لأنهما كملوا نفس الزاوية ونفس الشي بالنسبة هي الزوايا المتتامة إذا كان عندك زاويتين مجموعهم تسعين زي الزاوية أربعة والزاوية خمسة وزاويتين مجموعهم تسعين اللي هم الزاوية خمسة و الزاوية ستة فبالتالي سنقول أن الزاوية أربعة ستطابق الزاوية ستة و يعني أثبتنا هذا الكلام في الدرس السابق و كذلك أخذنا الزاويتين المتقابلتين بالرأس قلنا أن الزاويتين المتقابلتين بالرأس دائما ما يكونون متطابقتين فبالتالي الزاوية واحد ستطابق الزاوية ثلاثة من ناحية و الزاوية الثنين ستطابق الزاوية أربعة من ناحية أخرى إذن هذه النظرية مهمة جداً اللي هي نظرية الزوايا المتقابلة بالرأس سنقول أن الزاويتين المتقابلتين بالرأس متطابقتين نشوف الآن مثال رقم أربعة قال لك استعمل الزوايا المتقابلة بالرأس قال لك أثبت أنه إذا كان المستقيم DB أو نصف المستقيم DB ينصف ADC دعنا نشوف أين DB المستقيم DB أو نصف المستقيم هذا هو ينصف أي زاوية ينصف ADC ينصف الزاوية هذه ADC دائماً يعني إذا جاء السؤال في حروف كذا حاول لنك إيش أنك تجيب ألوان وتلونه وتعرف يعني أنت هو يتكلم عن إيش المطلوب قال لك أثبت أن الزاوية 2 تطابق الزاوية 3 المطلوب أن نثبت أن الزاوية 2 تطابق الزاوية 3 طبعاً عندنا نظرية مهمة جداً أن أي زاويتين متقابلتين بالرأس متطابقتين فبالتالي بقول أن الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 هذه خطتي أنا الآن أن الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 ولأن DB ينصف الزاوية 1 ستطابق الزاوية 2 ومن خاصية التعدي سأقول طالما أن الزاوية 3 تطابق الواحد والواحد تطابق الاثنين فإن الزاوية 3 ستطابق الاثنين أو الاثنين تطابق الثلاثة يعني بهذه الصورة إذن أنا سأربط فيما بينهم بهذه الصورة سأثبت أن الزاوية 1 و الزاوية 2 متطابقتين لأن هذا ينصف وطالما أن ينصف فهو يقسمهما إلى زاويتين متطابقتين وسأثبت أن الزاوية 1 ستطابق الزاوية 3 لماذا؟ لأنهما متقابلتين بالرأس ومن خلالها سأقول أن الزاوية 2 ستطابق الزاوية 3 وهو المطلوب يلا نمسح هذا الحين أفكارنا المباثرة ونحاول نرتبها في البرهان لأنه دائما إذا جينا برهن لابد نكتب البرهان بصورة يعني مرتبة ما يصير إحنا والله نكتب أفكارنا بطريقة مباثرة وإنما نحاول نرتب أفكارنا قدر على الأمكان تكون أفكارنا مرتبة نكتب العبارات في جهة والمبررات في جهة حتى لو طلب مني برهان حر لا بد أن أرتب هذا البرهان لكن برهان ذو عمودين طبعا يساعدني في ترتيب أفكاري بصورة أفضل يلا نبدأ البرهان الآن رح نقول أن الزاوية 2 تطابق الزاوية 1 وش السبب؟ نقول لأن المستقيم دي بي أو نصف المستقيم دي بي ينصف الزاوية اللي هي A, D, C وبالتالي أصبح الزاوية 2 تطابق الزاوية 1 وبقول أن الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 لماذا؟ نقول لأنهما متقابلتان بالرأس فهذا هو البرهان طيب إذا كان عندك أنت الآن زاوية 2 تطابق الواحد والواحد تطابق الثلاثة فبالتالي وش رح نقول عن الزاوية؟ وش رح نطبق أي خاصية؟ وش رايكم؟ طبعا هذه تطبق مباشرة خاصية التعدي فبالتالي سنستنتج الآن أن الزاوية 2 تطابق الزاوية 3 حسب أي خاصية؟ حسب خاصية التعدي خاصية التعدي لماذا؟ لأن أنا عندي الزاوية 2 طابقت الزاوية 1 والزاوية 1 طابقت الثلاثة فبالتالي الزاوية 2 اللي في الأول طابقت الزاوية 3 اللي في الأخير بهذه الصورة وطبعا طالما أنك وصلت إلى نفس النتيجة فبالتالي نقول وهو المطلوب وهو المطلوب أثبتنا أن الزاوية 2 تطابق الزاوية 3 نشوف تحقق من فهمك هذه السؤال الأربعة قالك إذا كانت الزاوية ثلاثة وأربعة متقابلتين بالرأس وأعطاني قياس الزاوية ثلاثة وقياس الزاوية أربعة فأوجد قياس الزاوية ثلاثة والزاوية أربعة وبرر خطوات حلك طبعاً نحن في البداية نقول أن قياس الزاوية ثلاثة يساوي قياس الزاوية أربعة لماذا؟ لأنهما متقابلتان بالرأس رح نعوض الآن بقيمهم الموجودة عندي فبالتالي رح أقول أن قياس الزاوية ثلاثة هي عبارة عن 6x زائداً 2 وقياس الزاوية أربعة ثمانية اكس ناقصاً أربعة عشر بهذه الصورة طبعاً رح نقول أن سبب هنا طبعاً استخدمنا خاصية التعويض خاصية التعويض ليه؟ لأنني عوض عن كل زاوية بقيمتها الآن وش ممكن نختصر؟ ممكن أنا أطرح من الطرفين الآن 6x وعشان أتخلص من الأربعة عشر في الجهة الثانية رح أزيد أربعة عشر للطرفين فبزيد أنا أربعة عشر وبزيد هنا أربعة عشر فأنا باللون الأحمر استخدمت خاصية خاصية الطرح للمساوات وباللون الأخضر استخدمت خاصية الجمع للمساوات بعد ذلك أجري الأملية الحسابية الآن لاحظ معي أنه الستة اكس بتروح مع السالب ستة اكس يبقى لي في الطرف الأيمن كم؟ يبقى لي ستة عشر وفي الطرف الأيسر لاحظ أن السالب أربعة عشر بتروح مع الموجة أربعة عشر يبقى لك ثمانية اكس ناقص الستة اكس وش يساوي هذا؟ يساوي أثنين اكس إذن نقول هنا بالجمع حصلنا على هذه النتيجة الآن سأقوم بقسمة الطرفين على كم؟ على أثنين نقسم الطرفين على أثنين فأقسم هنا على أثنين وهنا على أثنين وهذه استخدمنا خاصية إيش؟ خاصية القسمة للمساوات وقلنا خاصية قسمة مساوات أقسم على أي عدد تبيع أهم شيء إن العدد هذا ما يساوي كم؟ ما يساوي صفر أهم شيء نقسم على أي عدد عادي إلا الصفر طبعا اثنين اكس تقسيم اثنين نبتعطيني اكس وستة عشر على اثنين تساوي ثمانية وبالتالي كذا أوجدنا قيمة الاكس أوجدنا قيمة الاكس بهذه الصورة طبعا ليس المطلوب إيجاد قيمة اكس وإنما المطلوب إيجاد قيمة الزاوية ثلاثة والزاوية أربعة فبعوض الآن في هذه الزوايا إذن نقول بالتعويض هنا راح أقول إن هذا عبارة عن ستة في ثمانية زائدنا اثنين ستة في ثمانية ثمانية واربعين زائد اثنين بتصير كم؟ خمسين درجة إذن هذا بالنسبة للزاوية الأولى وأكيد الزاوية الثانية بتصير نفسها ما يحتاج أحسب لأن زاويتين متقابلتين بالرأس لكن لو حبيت تتأكد ما يخالف أقول ثمانية في ثمانية اللي هي بتعطيني أربعة وستين ناقصا أربعة عشر بتصير كام؟ بتصير أيضا خمسين درجة فبالتالي كذا تأكدنا أن شغلنا صحيح مئة بالمئة وأوجدنا قيمة الأكس ثم عوضنا بهذه الأكس في الزاويتين بذلك يعني نلخص النظريات الموجودة عندنا أو سنأخذ نظريات متعلقة بالزاوية القائمة الآن عندنا نظريات الزاوية القائمة نقرأها مع بعض قالك يتقاطع المستقيما متعامدان إذا كان عندك مستقيم يعامد مستقيم ويكونون أربع زاوية قائمة فالزاوية هذه قائمة والزاوية اثنين قائمة والزاوية ثلاثة قائمة والزاوية أربعة قائمة جميع الزاوية قائمة كذلك النظرية الثانية قالك جميع الزاوية القائمة متطابقة ليه؟ لأن هذه قياسها تسعين 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 قياسها واحد فجميعها ستكون قائمة وبالتالي ستكون متطابقة أيضاً قالك المستقيمان المتعامدان يكونان زوايا متجاورة متطابقة فبالتالي لاحظ معي الآن أن الزاوية واحد طابقت الزاوية اثنين لكن لو كانت عندك هنا مستقيم وقطع مستقيم ثاني فبلا شك أن الزاوية واحد لا تساوي الزاوية اثنين لو ما كانت الزاوية قائمة ممكن هذا يصير مثلاً ستين درجة وهذه يتصير مئة وعشرين درجة لكن لأن الزاوية قائمة سيكون هذا تسعين وهذا تسعين فهو يشكل زاويتين متجاورتين متطابقتين بهذه الصورة إذن العادة عندنا الزاوية المتجاورة على خط مستقيم يكونون متكاملتين لا يصيرون متطابقتين إلا في حالة واحدة وش الحالة أن الزاوية هنا تكون قائمة عشان واحدة أخذت تسعين والثانية أخذت تسعين بهذه الصورة وكذا نكون استعرضنا هذه النظريات أيضاً من النظريات الموجودة أنه إذا كان عندي زاويتين متكاملتين ومتطابقتين فإنهما قائمتين يعني جيتنا لاحظت أنه عندي زاويتين متكاملتين مجموعهم مئة وثمانين درجة ومتطابقتين معناها كل واحدة فيهم تسعين درجة فبالتالي أكيد أنهما قائمتين لأنه ما يصيرون متطابقتين ومتكاملتين إلا لازم يصيرون بهذه التكسيمة أنا عندي زاويتين متكاملتين مئة وثمانين لو أنا وزعتها على زاويتين الأولى بتأخذ تسعين والثانية بتأخذ تسعين ما يصر أعطي الأولى مية والثانية مية لا لازم تسعين تسعين للمية وثمانين هذه مجموعة الزوايا لزاويتين المتكاملتين أيضا أعطاني قالك إذا تجاورت زاويتين على مستقيم وكانت متطابقتين فإنهما قائمتين يعني أيضا هذا يعتبر وش نسميها بالنسبة لهذه العبارة هذه عكس تعتبر عكس العبارة يعني أنا لو كان عندي زاويتين على مستقيم واكتشفت أن هذه الطابق هذه معناها أكيد أن هذه تسعين وهذه تسعين فهذا يعتبر عكس للعبارة الأولى كأننا بدلنا الفرض وبدلنا النتيجة في هذه العبارة وبذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي وصلنا إلى نهاية المطاف في هذا الدرس سنأخذ أيضا بعض التدريبات المتعلقة في الدرس قالك أكتب برهانا ذو عمودين فيما يأتي أعطاني المعطيات قالك أن الزاوية أربعة هذه الزاوية تطابق الزاوية سبعة والمطلوب إثباته بأن الزاوية خمسة المطلوب إثباته أن الزاوية خمسة ستطابق الزاوية ستة طبعا لاحظ أن الأربعة تتقابل مع الخمسة بالرأس والسبعة تتقابل مع الستة بالرأس إذن واضح أني سأستغل فكرة الزاوية المتقابلة بالرأس نكتب بالبرهان وكيف نخطط البرهان؟ في البداية أنا أبغى الزاوية 5 هي لي الطابق الزاوية 6 فببدأ من الزاوية 5 وأقول إن الزاوية 5 تطابق الزاوية 4 والأربعة تطابق السبعة والسبعة تطابق الستة في هذا الترتيب يعني الخمسة تطابق الأربعة والأربعة تطابق السبعة والسبعة تطابق الستة وكل وحدة لها خاصية من هذه الخاصية كل وحدة يعني لها مبرر فخلونا نكتبها البرهانة الآن رح نبدأ الآن بقول الزاوية خمسة تطابق الزاوية أربعة ما هو مبرر؟ لأنهما متقابلتان بالرأس وبعدين راح أقول أن الزاوية أربعة تطابق أي زاوية؟ تطابق الزاوية سبعة منين جبتها الكلام هذا؟ هذا معطى أو من المعطيات وبعدين بقول قياس الزاوية سبعة يطابق قياس الزاوية ستة لماذا؟ لأنهما متقابلتان بالرأس وبالتالي لاحظ أنت عندك الآن الزاوية خمسة طابقت الأربعة والأربعة طابقت السبعة والسبعة طابقت الستة واضح وشو الخاصية اللي بستخدمها الآن؟ بستخدم خاصية التعدي إذن راح أقول أن الزاوية خمسة أول زاوية ستطابق آخر الزاوية حسب أي خاصية؟ حسب خاصية التعدي وهو المطلوب وهو المطلوب بهذه الصورة ننتقل نشوف أيضا هذا السؤال من أسئلة الكتاب كان لك في الشكل المجاول إذا كانت النقاط E, F, B تقع على استقامة واحدة وكذلك النقاط A, F, D فبالتالي فأوجد قياس الزاوية C, F, D إذن هذا أيضا يشكل مستقيم آخر A, F, D وبالتالي هنا قال لك أوجد قياس الزاوية C, F, D إذن هو يريد هذه الزاوية C, F, D هذه الزاوية دعونا نسميها X مثلا لاحظوا معي أخي الكريم وأختي الكريمة لاحظوا معي أن الزاوية هذه 108 درجة تقابل بالرأس كل من الزاويتين هذولين اللي هم الـ 42 ومين؟ 42 والـ X تقابلون المية وثمانية فبالتالي كيف نحسبها هذه؟ سنقول أن الزاوية X زائدا 42 درجة سيقوم 180 درجة ننقل الـ 42 للطرف الثاني 108 درجة طبعاً وليس 180 درجة معذرة استحمستنا مع النقل الحل يلا نتبهوا دائماً في النقل الأرقام الآن راح ننقل الـ 42 للطرف الثاني نقول هنا أن X تساوي 108 درجات ناقصاً إلى 42 درجة 108 ناقص 40 حتصير 68 ناقص 2 حتصير 66 درجة إذن هذا هو الجواب الصحيح شوف السؤال الذي يليه قالك إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين هي 1 إلى 4 فما قياس الزاوية الصغرى؟ طبعاً لاحظ أنت أن عندك زاويتين متتامتين مجموعهم 90 درجة وحدة منهم X وحدة منهم 4X يعني ليه لأن قياسهم 1 إلى 4 فأنا بقول X و 4X كلهم كم؟ 90 درجة معناها أن 5X تساوي 90 درجة نقسم الطرفين على 5 ستصير X تساوي 18 درجة بقسمة الطرفين على كم؟ بقسمة الطرفين على 5 طبعاً X تصير 18 درجة طبعاً هذه هي الصغرى ولو بغى الكبرى أنت كل ما عليك أنك تسويه إيش؟ لو بغى الكبرى تضربها في 4 فتقول 18 درجة 4 تطلع 72 درجة يعني لو طلب مني الكبرى لكن هو طلب مني الزاوية الصغيرة نشوف السؤال الذي يليه أيضاً قال لك في الشكل الآتي الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 إذن بسمي هذه X وهذه X للنفس القياس قال لك أي استنتاجات الآتي الآتي صحته ليست مؤكدة يعني خلنا نشوف الآن نأخذ الاستنتاجات ما نحتاج هنا توقعت فيها حسابات بس ما فيها حسابات خلنا نشوف الاستنتاجات أول شي قال لك الزاوية 1 ناقص الزاوية 2 زائد الزاوية 3 يساوي 90 هل هذا استنتاج صحيح؟ ما أعتقد طيب نشوفه الاستنتاج الثاني B قال لك الزاوية 1 والزاوية 2 والزاوية 3 مجموعهما 180 درجة نعم هذا استنتاج صحيح هذا استنتاج صحيح طيب نجل للفقرة الثالثة قال لك الزاوية 1 زائد الزاوية 2 يساوي الزاوية 2 زائدا الزاوية 3 طبعا إذا كان هذا يطابق هذا فبالتالي هذا الكلام سيتحقق إذن هذا صحيح هذا صحيح وهذا صحيح 100% حسب خاصية تعويض لأن الزاوية 1 تطابق الزاوية 3 والزاوية 2 موجودة في الطرفين قال لك الزاوية 2 ناقص الزاوية 1 تساوي الزاوية 2 ناقص الزاوية 3 أيضا هذا يعتبر استنتاج صحيح إذن وين الاستنتاج ما هو مؤكد ما هو مؤكد هو الخيار A إذن الجواب الصحيح عندي هنا في هذا السؤال الخيار غير مؤكد هو الخيار A هو الجواب الصحيح لأن هذا هو الذي ليس صحته ليست مؤكدة صحته ليست مؤكدة قد يتحقق ولكن في الغالب لن يتحقق مثل هذا الأمر أو صحة ليست مؤكدة نشوف أيضا من الأسئلة قالك الزاويتين متكاملتين تكونان متجاورتين على مستقيم دائما أي ما يأتي يعد مثالا مضادا للإبارة السابقة طبعا يعني هل الزاويتين متكاملتين يشترط أن يكونان دائما على مستقيم لا مشرط يكونوا منفصلتين فبالتالي كمثال مضادا نبحث شيء لا يحقق هذا الكلام فبالتالي لو قالك زاويتين غير متجاورتين أو زاويتين منفرجتين غير متجاورتين طبعا إذا كانوا منفرجتين لا يمكنوا يكونون متكاملتين لأن كل واحدة فيهم أكثر من 180 فهذا مستبعد زاويتين قائمتين غير متجاورتين نعم ممكن يكون عندك زاوية قائمة كذا وزاوية قائمة أفوا زاوية قائمة كذا يعني هذه الزاوية وهذه الزاوية هذولي زاويتين متكاملتين ولكنهما غير متجاورتين هذا أيضا يعتبر صحيح يعتبر مثال مضاد أيضا زاويتين متكاملتين ومتجاورتين أم مستقيم لا هذا مثال مؤيد لهذا الكلام فبالتالي يعتبر خيار خاطئ طبعا لو قلت زاويتين غير متجاورتين لا يشترطن لو كانوا طيب زاويتين حادتين فبالتالي يعني لو كان هذه 60 درجة وعند زاوية ثانية 50 درجة هذه زاويتين غير متجاورتين لكن غير متكاملتين إذن الجواب الصحيح باستبعاد الخيارات الخاطئة يعني هذه من تكنيكات أيضا التعاون مع أسئلة الخيارات المتعددة أننا عينا نحن نستبعد الخيارات الخاطئة نستبعد الخيارات الخاطئة حتى أصل إلى الخيار الصحيح ولاحظنا هذا الأمر دائما يأتي في أسئلة المتعلقة بالمفاهيم يلا دعونا نرى السؤال قال لك في الشكل الأدنات تقاطع A, E و B, D تمام الآن قال لك أي نتائج الآتية ليست صائبة يعني أنا من وجهة نظري ما رأيكم اللون الزوايا فنقول هذه الزاوية لون أخضر وهذه الزاوية لون أحمر مثلا وهذه الزاوية لون بنفسجي وهذه الزاوية مثلا لون أصفر عشان بس نفرق فيما بينهم الآن قال لي A, C, B اللي هي الزاوية الخضراء تطابق الزاوية E, C, D اللي هي الزاوية بنفسجية ما رأيكم؟ ما علاقة الزاوية الخضراء بالزاوية بنفسجية متقابلتين بالرأس إذن هذه صحيحة تعتبر تعتبر صحيحة إذن هي ليست الخيار الصحيح طيب نشوف الفقرة به قالك ACD اللي هي الزاوية الحمراء ACD و ACB ACB اللي هي الزاوية الخضراء متجاورتين على مستقيم نعم الزاوية الحمراء والزاوية الخضراء هم متجاورتين على خط مستقيم هذا الكلام صحيح طيب هو يبغى نتائج التي ليست صائبة يعني هو لأنه يقول لك أي نتائج ليست صائبة فإلى الحين هذه العبارة الأولى صائبة والثانية صائبة نجي نشوف العبارة الثالثة قال لك الزاوية BCE BCE اللي هي الصفراء BCE اللي هي الصفراء و ACD ننتبه في الحروف هذه يعني قد واحد يتلخبط شوية اللي هي الزاوية الحمراء متقابلتين بالرأس وش رأيكم هل الصفراء والحمراء متقابلتين بالرأس نعم متقابلتين بالرأس طيب الثلاثة كلها صائبة أكيد بس بعد باقينا الرابعة خلونا نشوف قال لك BCE BCEBCE اللي هي الصفراء الصفراء وزاوية ECD ECD اللي هي البنفسجية أنهما متتامتين هل هم متتامتين؟ الصفراء والبنفسجية لا متكاملتين إذن الزاويتان هنا متكاملتين هذولي متكاملتين فبالتالي رح نقول أن الجواب الصحيح هذه العبارة هي العبارة الخاطئة وبالتالي الجواب الصحيح هو D الجواب الصحيح هو D إذن هذه العبارة هي العبارة الخاطئة وبالتالي هذه الناتج الذي ليس صعب هذا هو الناتج الذي ليس صعب نشوف الحين أيضا عندنا آخر سؤال من أسئة اختبار التحصيلي قال لك إذا كانت الزاوية A والزاوية B متتامتين يعني مجموعتهم 90 والزاوية A والزاوية C أيضا متتامتين طيب كلهم فيهم A فمعناته أنه الB ستطابق الس الB ستطابق الس فبالتالي وين الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو D طبعا لا يمكن الA والB صيرون 180 لأنهم متتامتين هذا لي 90 ولا الA والC صيرون 180 لأنهم متتامتين سيكون 90 الزاوية B أكبر من السيلة سيكونون متطابقتين حسب أي نظرية نظرية تطابق المتتامات المتممات وبذلك نكون أخواني الكرام وأخواتي وصلنا معكم إلى نهاية المطاف في الفصل الأول إن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ اختبار الفصل فنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد نلقاكم على خير إن شاء الله في دروس قادم أبدو أنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته